السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان شاء الله يلقيكم الفيديو في احسن احوال و بصحة جيدة الاقتراح اليوم سوف نضع صندويتشات لهم باردين يصلحون الخريجات من البحر او الخريجات مع الوليدات ففعلا سوف نضع صندويتشات لهم رائعين واكيد سوف نضع صندويتشات لمايوناز والكيتشاب هادو هما المحور ديال هاد الفيديو بغن نضيروا ديال سوس ليكونوا صحيين ويكونوا ديال ديال دار غنضيروا مايوناز بدون بيض كاتجزوينة ما كاتجزش يعني ديك الرحة مجهدة فيها كاتجزوينة بدون بيض ايضا غن نحضرو كيتشاب ليكيجيل ديت اقتصادي بدون مواد حافظة فهدا هو الهدف ديال هاد الفيديو فبسم الله على بركة الله كنبدو نحضرو المايوناز كنحتاجو لها كأس ديال الحليب ليكيكون بار جدا يعني كنديرو في التلاجة حتى كيتكون فيه دوك الحبيبات ديال تلج كنحتاجو ايضا نصف كأس ديال الزيت وكنحتاجو جوج القطع ديال الفرماج المثلت يعني لحسب بالاي نوعية من صفر كنضيفو الملحة حد مع القاة صغيرة ديال الملحة كاس بقاعة لحسب الطوق وكنضيفو واحد تقريبا واحد جوج مع القاة كبار ديال الخل يعني الخل العادية او الخل الابيض وكنديرو نخدموه بالبراميكسور انا هنا خدمته ببراميكسور يوم غا تشوفو الطريقة كنوضع البغاميكسور التحت ما كنطلعهاش يعني كنحاول اني نفيكسيها في القاة ديال ذاك الكاس تقريبا واحد ثلاثة او اربعة ديال ثواني غا يكا نفيكسيها حتى كنمزج داك الخالط او ما تكا تشوفو الفيديو من بعد عاد كنطلع هديك البغاميكسور عاد كنطلع هاديك البغاميكسور عاد كنبقى نطلعها وكنبقى ننخفق بهالطريقة هادي باش كي يعقاد ليا المايونيز ديالي إلا بغيتو يجي تقيل كتزيدو كتضيفو يعني نص كاس ديال الزيس فحت اخر بغيتو يكون خفيف فكتخلي وغي القياس اللي اعطيتكم إلا بغيتو تخدمو بالحليب لكامل داسم فكيكون احسن يعني كيجينا ديك المايونيز كتجي يعني عقدة اكتر والحليب العادية راكم عارفين انه يعني نصف داسم كيجينا المايونيز كيجينا خفيف ومهانتو ما كتشوفو المايونيز ديالنا كيجيز كاتجي خفيفة انا ما بغيتاش تقيلها صراحة كاتجي خفيفة كاتجي يعني مناسبة لسطون تويتشات هنا غديندوزو الكيتشاب الكيتشاب كنحتجرو تلاسات معالق كبار ديال السكر هنا اه نصف كاس ديال الماء ديكي يكون عادي واحد رشا ديال الملح ضروري اللي تحسيني كمش كنحسنو بها الضوق كنديرو واحد العود ديال القرفة صغير واحد اه القرنفلة غاية وحيدة وكنديرو واحد المعلقة ديال الخل تفاح يعني كيعطينا واحد الماضاق اللي هو زوين بزاف ما كانش كديرو الخل العادي ولكن من الاحسن نديرو الخل يلتفح هنا كنمزجو الكل جيدا حتى كي ينسج منها هدك السكر كنوضعوه فوق النار وحنا مع التحريك حتى كيدوبنا ذاك السكر حتى كيبدأ كنشوفو ان ذاك الماء بدك يغلاء مزيان يعني حتى كيغللنا ذاك الماء يعني هنا انتم يعني الفيديو راه شارح نفسه بنفسه يعني حتى كيغللنا ذاك الماء بزيان كييتشكل لنا فيه هد الفوقعات صافي وكنزولوه من فوق البوطة وكنضيفوه واحد جوج معه كبار ديال يعني ما طيشها ديال الحك صافي وكنبدو في التحريك حتى كتنسج من ناء ديك ما طيشها مع ذاك المكونات اللي درنا ديال الماء والخل والسكر والقرنفل والقرفة هدو هما العناصر صراحة ان ذا الكيتشاب يجي لديد وصحي واقتصادي كيعطينا كمية اللي هي وفيرة وكنصيبو غي القياس ما كنصيبوش كمية كثيرة كان عاودو عاود ساني لحتاجينه فكان عاودو كان ننخدمو به يعني كان عاودو ننحضرو كمية اخرى نكون حتى احتفظو به في تلاجة كيبقنا المدة ديال الاسبوع او اكتر يعني كيبقنا حينت فيها ديك القرنفل فهي كمدة حافظة وايضا فيه سكر فما كيخسر لناش بواحد يعني واحد صورة اللي هي كبيرة انتو ما كتشوفو القاوام ديالو انتو ما القاوام انتو ما كتتحكمو فيه بغيتو يكون خفيف من هكا فكتزيدو فيه يعني واحد في عاود ما تديرو نستكاس ديال الما كتديرو كاس اللارب ديال الما هدا والمايو الكيتشاب ديالنا والمايونيز اللي حضرنا هنا غندوزو نحضروه لسوندويش يعني اللي كيكونوا باردين هنحتاجوا الخص الماييس خيزو اللي كيكون محكوك للحكاكا ما طيشه البصلمش لدان ديرو الطن اللي فخيت يعني اللي متوفر يعني عاود صوندويشات دائما كيبقوا على حسب المتوفر ودائما على حسب بدا كشي اللي كيكلونا الوليدات فصوندويش كلي ما كيبغيش البصلاك كلي ما كيبغيش خيزو ممكن نقصه وكنزيدوا على حسب الرغبة دائما الأفراد الأسرة. هنا كنديرو الخص. طبيعة الحال من بعد ما غسلناه ونقيناه والسقطر مزيان ونشف مزيان. هنا يجب يكون ناشف مزيان. هادي كم ملاحظة يعني بين قوسين. يجب يكون ناشف. كنديرو البصلة اللي مشلدة تهياء ومشلدة رقيقة. وكنديرو التهي كاسقطر من ذا كلمة ديالها. ايضا ممكن عندنا هنا يعني الماييس. ممكن تبقى اختيارية. يعني كن الاطفال اللي ما كي يحبدوهاش صراحة في الصندويتش. ممكن تبقى اختيارية. مم هادو هما العناصر اللي كينين. ممكن تضيفوا البيض مسلوق. يعني كتبقى على حسب الرغبة. هنا ضفت تيك المايونيز اللي اللي حضرت معاكم. طافيو كنضيف واحد شوية ديال البزارة باش كننسم. ممكن تضيفوا حتى الملحة اللي شفتو يعني كتحتاج انها يعني تضيفوا الملحة. وكنحرك الكل جيدا حتى كيمتاز وجون لنا العناصر. يعني صندويتش اللي هو سهل يعني خلطة اللي هي سهلة. يعني كنديرو سهلة وسريعة صراحة كنديرو كل شي في يعني في إناء واحد. وكنبدو نعمرو لصندويتش ديالنا. هنا ممكن تضيفوا حتى واحد العسرات ديال الليمون. الحامض. تا هو يعني الحسب دائما كتبقى على حسب الطوق. او تضيفوا الحار او تضيفوا يعني الحسب المتوفر. تا في كناخدو اللي باغت. يعني انتوما يعني الحسب دائما كما كنقول اللي بغا كيدير في اللي باغت. اللي بغا يدير في ميني بطبط. يعني كتبقى الحشوة هي الاساس. ويعني الخبز كتبقى عليه لحسب اللي كاين. ممكن تديرو حتى في خبز ديال الطاكوس او ديال شاوير ما. يعني لحسب متوفر. سافي كنديرو ديك الحشوة اللي هي داجة. يعني فيها لاصوس مايونيز. يعني راها يعني حشوة اللي هي فازقة. ما نحتاجوش انكم تفزقو اللي يعني الخبز. كنضيفو الجزر. بهاد الشكل هادا. كنضيفو يعني الطمطة. امتى هي كان قطعوها وكنخلي واحدة كسقطر. وكنحيدو لها الزريعة ديالها وكنخليوها كسقطر. من ذا كلمة ديالها. هاد شي باش اللي باش الخبز ديالنا ما يفزقش. يعني باش اللي ديالنا. كيبقاو لنا قابطين فراصهم. يعني حتى لا خرجناهم معنا للبحار او خريجات او حكدا. يعني كيبقاو قابطين فراصهم. كيبقاو بحالي الله سيبناهم. ذاك شي باش كنقول لكم. انا خصي يكون ناشف مزيان من الماء. خزو كدالك ناشفة. ما طيشها ناشفة هي. البصلة. كدالك سهي مقطعار رقيقة ومستقطرام ذاك المادية لها. يعني غير باش يبقا لنا ذاك سندويتش اطول فترة ممكنة. هسافة هنا كنضيفو الفريد. كنضيفو لاصوس مايوناز. كنضيفو الكيتشاب. يعني دائما اللي حسب يعني الاطفال ديالنا شنو كيبقى شنو كيبقى وصراحة. كيلي كيبقى المايوناز. كيلي ما كيبقش الكيتشاب. المهم على حسب الرهبا. ايهو ما صراحة هاد الكيتشاب والمايوناز. كييجيو بريمون زوينين بززاف. اقتصاديين. وشي حاجة اللي هي اه زوينة ونقية وشي حاجة اللي من غير مواد حافظة. كانوا هادو هما الاقتراحة دياليوما. اه السندويتش مع اه الاسوس او المايوناز. يعني بدون بيض. كيتشاب منزلي اقتصادي. ففعلا هادو الوصفة هي صيفية. وبنسبة لوليدات الخارجات. واحتل البحار على شلة. فكان هادو اقتراحة دياليوما. كانت مني اعجبكم. الى عجبكم الفيديو. دعو الامي. وابي بالرحمة. اشتركوا في القناة.